طيب أنا خلاص كده خلصت الـ Randomized Control Trial أو تجارب العشوائية المنضبطة والـ Cohort Study الدراسات الحشتية الآن ننتقل إلى ثالث نوع Case Control Study Case Control Study زي ما سبقوا عرفتها في بداية الـ Presentation إنه عبارة عن بحث يقوم الباحث باختيار المجموعتين مجموعة أصيبوا خلاص يعني أصيبوا بالـ Outcome of Interest أو بالمرض دخلوا نقول مرض مثلا مجموعة لم تصاب يعني خالية من هذا المرض المجموعة التي أصيبت نسميها Case والمجموعة الأخرى نسميها Control التي لم تصاب بهذا المرض أو بالـ Outcome of Interest ونبدأ نقارن بين المجموعتين من ناحية الـ Exposure يعني نبقى 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 نشوف المجموعتين هذولي إيش الأشياء اللي يتعرضون لها في السابق حتى نقول والله أنه هذا الـ Risk Factor أو لهذا العامل من له علاقة بحدوث هذا المرض على سبيل المثال أخذ مجموعة أصيبوا بسرطان الرئة خلونا نقول 50 شخص أصيبوا بسرطان الرئة نسميهم الكيس و50 شخص آخر لم يصابوا بسرطان الرئة أبدأ مثلاً أعمل استبيان أو أفحصهم أو أسألهم عن مثلاً السموكينج هابيت إذا كانوا مدخنين أو غير مدخنين كيف سلوكهم مع التدخين أبغى أجمع معلومات عن السموكينج وبعد كده أشوف والله إذا كان السموكينج له علاقة بحدوث الـ Lung Cancer أو لا كيف يختلف الكيس كنترول عن الكوهرد ستادي في الدراسات الحشتية إذا تذكرون قلت إحنا نبدأ من السبب ونمشي لحد نراقب الناس على مدى سنوات لحد ما يصير عندنا أو المرض لكن هنا في الكيس كنترول خلاص نبدأ من من الكيس يعني نبدأ من خلاص من لما يحدث الأوتكام ونرجع للخلف نسأل الناس عن إيش ممكن يكون السبب من ضمن النقاط القوى لهذا النوع من الدراسات اللي هي الكيس كنترول ستادي إنه نقدر ندرس فيها رار دزيز أو أوتكام يعني بدل ما أستخدم كوهرد ستادي دراسة حشتية وأجلس أراقب الناس لمدة طويلة وبدأ راح تكلفني ماديا راح تكلفنا في الوقت كمان خلاص أبدأ أخذ الناس اللي أصيبت بالمرض هذا اللي هو المرض النادر وأخذ معهم كنترول جروب يعني مجموعة أخرى متشابهة معها تماما اللهم إنه ما عندهم هذا المرض النادر وأسألهم عن الرزق اللي أنا شاك أنه يكون السبب حتى أقيس العلاقة طيب جداً مفيدة دراسات الكيس كنترول صديق لو بنعمل لو يكون الأوتكم عندنا عبارة عن مرض نادر برضو إنه سريعة وغير مكلفة ليش؟ لأنه أنا ما أحتاج أني أتابع الناس لفترة طويلة من الزمن أنا خلاص رح أمسك الناس وهم خلاص أصيبوا بالمرض يعني ما يحتاج أجل استابعهم عشر سنوات حتى أنتظرهم مثلاً يصابوا ب سرطان الرئة أو يصابوا ب فشل كلوي أو يصابوا بمرض السكر خلاص أنا أمسكهم وهم مصابين جاهزين يعني فبالتالي ما رح تأخذ مننا وقت في إنه إحنا نجمع النتائج غير مكلفة نفس الشي الباحث يقدر يعمل البحث هذا في فترة زمنية قصيرة والتالي ما يحتاج أنه يتكلف مادياً للمتابعة أو توظيف أشخاص أو إلى آخر كويسة كمان لما نبغى نعمل Hypothesis Generation يعني إيش Hypothesis Generation يعني لما أبغى أعمل فرضية الدراسات Case Control Study تعطينا إذا كانت في علاقة محتملة يعني مثلاً أقول والله في علاقة محتملة بين التدخين وحدوث سرطان الرئة طيب هذه نتائج الكيس كنترول أقدر أخذ نتائج تبع الكيس كنترول وأعملها كفرضية يعني مثلاً نقول أنه مثلاً نقول أنه في علاقة بين التدخين وسرطان الرئة بعد كذا أجرب أنواع أخرى من الدراسات اللي تقيس إذا كان فيه فعلاً علاقة سببية يعني إذا فعلاً التدخين يسبب سرطان الرئة عن طريق استخدام يأمل Cohort Study يأمل Randomized Control Trial Study فالكيس كنترول كويسة لما نبقى نعمل فرضيات لأنه هي ما تعطيني سببية هي فقط تعطيني إذا كان فيه علاقة محتملة أو لا طيب من عيوب هذا النوع من الدراسات Selection Bias إيش يعني Selection Bias Selection Bias أو الإنحياز أو الخطأ في اختيار العينة خلونا بالبداية نشوف أساساً في أبحاث الكيس Control Study إحنا من فين نجيب العالم يعني من وين ندخل الناس للدراسة ربعنا بالنسبة للكيس اللي هما الناس اللي خلاص أصيبوا بالمرض أو نأخذهم من المستشفى محلي من 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 مرشاة صحية موجودة عندي لأنهم يكونوا أساساً قاعدين يراجعون بسبب هذا المرض خلونا نقول مثلاً الناس مصابة بالتليف الكبيدي خلاص يعني هما مصابين بالتليف الكبيدي جالسين يراجعون عندي في مثلاً مسشفى الأورام والكبيد ف موجودين عندنا بلوكال هوسبيتل طيب العين الضابطة والكنترول جروب من وين أجيبهم عندي طريقتين أو حلين يا أجيبهم من الجنرال بوبيوليشن يعني يعني من المجتمع لكن المجتمع هذا لازم هو يكون نفس المجتمع اللي طلعت منه الكيس خلونا مثلاً نقول لو بأخذ حالات مصابة من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض طيب لازم الكنترول جروب يكونون يا أما من نفس المستشفى لكن ما هم مصابين بالتليف الكبدي لكن مصابين بأي أمراض أخرى ما عاد التليف الكبدي ويتشاركون مع الكيس اللي هم الحالات المرضية في بقية الأجوانب مثل العمر الجنس lifestyle lifestyle other factors زي ما قلت أقدر أخذهم من الـ population لكن تكون الـ population مهم هي نفسها اللي أعطتنا الكيس أو من نفس المستشفى زي ما ذكرت أقدر أخذ الـ control كمان من نفس المستشفى بس ضروري ما يكون عندهم نفس اللي هو outcome of interest يعني يكون free from disease طيب حلو طب متى يصير عندنا selection buyers هذا متى يصير لو أنا أخذت الـ control group هذا اللي هم العين الضابطة من مجتمع ليس المجتمع اللي طلعت منه الحالات لأنه راح يكون في تحيز في النتيجة خلاني أعطيكم مثال لو أنا أبعد أدرس العلاقة بين استهلاك الكحول أو شرب الكحول وحدوث مرض التليف الكبدي ورحت أمريكا مستشفى هناك أخذت حالات مصابة بتليف الكبدي اللي هما cases أخذت ألف حالة مصابة بالتليف الكبدي ورحت السعودية أخذت ألف حالة اللي هما الـ control أخذت ألف حالة غير مصابة بالتليف الكبدي طبعا احنا بسعودية ممنوع عندنا القحول فالكنترول جروب راح يكون مختلف مع الكيس في حالة موضوع شرب القحول الكنترول جروب راح يكون يعني less likely to drink القحول يعني ممكن الاقي من الالف هذولي اربعة بس يشربون قحول في السعودية في الكنترول جروب بينما الكيس ممكن الاقي من الالف ثلاثمية شخص يشربون قحول فبالتالي هنا ايش هيكون عندنا راح يكون فيه انحياز في النتيجة ممكن اقول انه والله القحول ما له علاقة بالتريف الكبدي بسبب انه عندي من الالف بس اربعة كانوا اكسبوزد او معرضين لهذا او الاكسبوجر فضروري لما اختار الكنترول او المجموعة الضابطة انها تكون من نفس المجتمع اللي طلعت منه الحالات يفضل يكونون من نفس المستشفى او من نفس المنشآة الصحية اللي اخذت منها الكيسز لانه لو سمح الله كنت انا ما اخذتهم من مكان ومجتمع اخر راح يكونون غير ممثلين او معبرين عن البوبيليشن يختلفون تماما وهذا راح يأثر لنا على قدرتي في ان يعمل النتائج على المشاركين وعلى المجتمع اللي اخذت منه العين بحثكم فيما بعد ان شاء الله امتلك كمان توضح السيليكشن بايس في الكيس كنترول ستادي الثاني بايس او ثاني خطأ ممكن يقع عندنا في دراسات الكيس كنترول اللي هو ريكول بايس ايش يعني ريكول بايس الكيس كنترول ستادي اساسا تعتمد على انه انا امسك ناس مصابة وناس غير مصابة بعد كده اشوف هل كانوا اكسبوز لشيء معين او لا يا انه عن طريق اعمل معهم مقابلات شخصية وابدأ اشوف مثلا اذا كان اذا كان مثلا لو نقول لع المثل تبعنا لو كانوا يشربون كحول كم الدرينكينج هابيت كم مثلا يشربون كوب في اليوم التركيز الانواع ابدأ ابحث في هذا الموضوع واشوف بعد كده اقيس اذا كان له علاقة بحدوث التليف الكبدي او لا طب ريكول بايس ايش يعني معناته انه قدرة الناس اللي مشاركة في انها تتذكر هي اساسا كيف نظامها او كيف او تتذكر الاحداث السابقة او الاشياء اللي تعرضت لها في السابق لانه احنا لما نسأل في الكيس كنترول الصدي ممكن اطلب من الناس ترجع للسنوات الماضية وتتذكر مثلا شي معين له علاقة بال فممكن يكون فيه صعب انه الناس تتذكر وبعد كده يصير فيه غلط يعني يكتبون لي او يقولون لي اشياء غلط فممكن تصير تأثر على على صحة النتيجة وتعمل لنا تحييز يعني مثلا ما نقول بدل ما نقول انه والله ما في علاقة بين شرب الكحول وحدوث التليف الكبدي الناس عطونا معلومات مغلوطة وصار فيه مثلا علاقة قوية بين شرب الكحول وحدوث التليف الكبدي ثالث نقطة عندنا في الليمتيشن اللي هي الكازالتي بما انه في الكيس كنترول ستادي نجمع المعلومات في نقطة زمنية واحدة يعني انا ما تابعت الناس من لما تعرضوا لسبب معين لحد ما حدث معهم المرض ما تابعتهم لفترة زمنية يعني من الحاضر للمستقبل لا انا جمعت بيانات مباشرة عن ال outcome وعن interest في نفس الوقت يعني اخذت ناس اصلا صارت مصابة وناس غير مصابة بدأت اسألهم انتوا ايش تعرضتولو او اسألهم فيما يخص ال exposure of interest وانتهينا قالوا لي يعني في نفس الوقت ما تابعتهم لمدة عشرات السنين لما ما نعمل temporal relation شبه والعلاقة الزمنية هذه ما اقدر انه اقول والله فعلا انه هذا risk factor او العامل او exposure هو كان سبب في حدوث هذا المرض لانه انا جمعت البيانات في نقطة زمنية واحدة فراح يأثل لنا في انه نقول انه والله هو سبب لباء لكن ايش نقول انه ممكن احتمال يعني نقول في علاقة محتملة علاقة محتملة العلاقة المحتملة هذه يقدرون الباحثين يعملون ابحاث اخرى حتى يتأكدوا منها يعني احنا فقط نعطي فرضيات والابحاث الاخرى زي ال randomized control trial او cohort study تقدر تتأكد من هذه الفرضية الناتجة من case control study خلونا نستعرض المثال عن selection bias in case control study او الخطأ اثناء اختيار العينة الخطأ اللي يقع فيه الباحث او الانحياز في اختيار العينة وراح يغير علينا النتيجة بالنهاية ما حت تكون دقيقة فهنا تعريف انه عبار عن تغيير او difference in the characteristic of those who are included in the study and those who are not على سبيل المثال الباحث يرغب باجراء دراسة case control لدراسة العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة كويس قام الباحث اخذ الحالات اللي هما الكيس البيبل طبعا خلاص مشخصين بسرطان الرئة من مستشفى محلي من hospital وقام اخذ ال control اللي هما الناس without lung cancer يعني خالين من هذا المرض اخذهم من general population ال control وال case كانوا matched يعني تساوين تماما مع بعض فيما يخص العمر ال age ال gender الجنس وال social economic status يعني الحالة المادية however ال control group اخذهم الباحث من مجتمع تدخين عنده غير شائع يعني ما اخذهم من نفس المجتمع اللي طلعت منه الحالات طيب في هذه الحالة الباحث ممكن بعد لو كمل مع هذه مجموعة اللي لا تعتبر ممثلة للمجتمع من الت ممكن في النهاية يطلع له ان التدخين is is not strongly associated with lung cancer يعني ما له علاقة بحدوث سرطان الرئة ليه لانه اخذ control group او مجموعة ضابطة من مجتمع اساسا التدخين في قليل جدا وهذا لسبب انحياز في النتيجة يعني ممكن كانت النتيجة حتطلع لنا انه والله في علاقة قوية بين التدخين و حدوث مرض سرطان الرئة ممكن الناس مدخنة ستة مرات اكثر عرضة لحدوث سرطان الرئة من الناس الغير مدخنة لكن بسبب انه control group اساسا كان من مجتمع غير ممثل للكيس فطلعت النتيجة منحازة فالحل انه الباحث لازم يختار control او المجموعة ضابطة من نفس المجتمع اللي صدرت منه الكيس يعني من نفس المجتمع من نفس الهوسبيتل اللي خرجت منه الحالات نسترض مثال اخر عن selection biasing case control study خلونا على السبب المثال نقول انه الباحث يرغب في دراسة العلاقة بين فيروس معين وحدوث مرض عصبيرة نادر الباحث اخذ الحالات او الكيس المصابة بهذا المرض من مستشفى واحد وفقط الناس اللي كانوا راغبين في المشاركة يعني willing to participate دخلوا as a cases كمان اختار العين control group او المجموعة الضابطة من المجتمع او general hospital that produces the cases اللي طلعت منه فقط الناس اللي غير مصابة بهذا المرض و لديهم الرغبة و وين المشكلة هنا يلا نشوف فين selection bias يقع في انه فقط كانت الناس الراغبة في المشاركة هي اللي انضمت في البحث طب ايش صار عن الناس اللي رفضت هل يختلفون مع الناس اللي كانت راغبة في المشاركة في عوامل اخرى ممكن تخلينا نتحيز في النتيجة ممكن تؤدي انه احنا ممكن نعمل ممكن نقول والله في علاقة قوية بين هذا الفيروس وحدوث هذا المرض او في علاقة او لا يوجد علاقة بسبب انه فقط الناس اللي كانت راغبة في المشاركة هي دخلت معنا في هذه الحالات ممكن الباحث كيف يغطي هذا الخطأ او انه يختار الكيس او الحالات من عدة مستشفيات يعني ما يرتزم بمستشفى واحد حتى يتأكد انه العين تكون ممثلة للمجتمع مجتمع الناس المصابة بهذا المرض الريار نيولوجي الديز الكنترول ممكن الباحث يختارهم كمان مو بس من الجنرال بابيوليشن يقدر يختارهم من نفس المستشفى او نفس المستشفيات اللي يختار منها الكيس ويختار ديفرنت كنترول يعني كيف ديفرنت يعني يختار كنترول طبعا مشابهين للكيس في كل حاجة ما عدا انه ما عندهم بس ممكن من نفس المستشفى لكنه مصاب بمرض الضغط شخص اخر مصاب بمرض تليف الكبدي شخص اخر مصاب بسرطان الرئاة لكن بقية لكن يكون متش في كل يعني فممكن نختار كنترول فور ديفرنت ريزن أوف ادميشن يعني ما نلتزم بين مثلا الناس اللي مثلا مصاب بالتليف الكبدي اختار هم از كنترول فور بيبول للناس اللي مصاب بهذا الرير نيرولجي كال ديز ارد فاهمتوني انا اش اكسد فبكده نقدر مثلا انه شوي نخفف من هذا التحييز والاختيار والخطأ اللي يقع فيه الباحث اثناء اختيار العين ننتقل الى نوع اخر من انواع البياس والاخطاء والانحيازات التي تحدث في الكيس كنترول ستادي الريكول بايس واحيانا يسموه الانفورميشن بايس هذا النوع من التحييزات يكون بسبب انه يكون فيه اختلاف في قدرة المشاركين سواء الكيس والكنترول او الاحداث اللي حصلت في السابق لانه انا لما امسكهم ابغاهم يذكرون لي مثلا اسألهم عن مثلا اكسبوجر معين وابغا يذكرون ايش كيف كانت طريقة تعرضهم لهذا الاكسبوجر هل تعرضوا له كيف الاتتتوت تور ذي اكسبوجر لو انه ما يذكرون بصاحية بدقة ممكن هذا يؤدي لتحييز في النتيجة خاصة اذا اعطوني معلومات مغلوطة على سبيل المثال لو الباحث يرغب في دراسة العلاقة بين شرب الكحول او الكحول consumption و risk for developing liver disease يبغا يشوف هل والله الناس اللي تشرب كحول اكثر عرضة لحدوث امراض الكبد او لا الباحث اخذ الحالات او cases اللي هما الناس اللي خلاص اصيبوا بال liver disease من المستشفى واخذ الكنترول الناس اللي غير مصابة بال liver disease من general population او من المجتمع اللي اساسا produced cases اللي طلعت منه الحالات طيب بعد كده عطاهم الباحث استبيان قال لهم يا جماعة وهكم تتذكرون لي او تكتبون يعني الباست او تجاوبين على الاسئلة الخاصة بالباست الالكو الكون طيب هنا في هذا النوع من الدراسات الناس المصابة بالمرض او اللي خلاص يعني صار لها الoutcome of interest احيانا يكونون more likely to accurately recall and report their past exposure اكثر قدرة او دقة في انو يكتبون ايش صار لهم بالضبط ما يخص هذا النوع من العوامل او الexposure بسبب مثلا هنا الناس اللي اصيبت بامراض الكبد اكيد انها عطوهم الدكاترا medical advice about their الكحول consumption صاروا اكثر وعي بdrinking habit بعادات الشرب لانه هما خلاص يصيبوا بالمرض ممكن بسبب الكحول consumption فلو صار عندنا هذا النوع من الbiased ممكن يؤدي لتحييز في النتيجة ممكن يؤدي ل overestimation of the association between الكحول consumption and liver disease ممكن نقول انه فعلا انه الكحول consumption او استهلاك الكحول له علاقة قوية بحدوث امراض الكبد ممكن ما يكون له علاقة لانه اساسا الناس ما تذكرون بدقة their fast exposure ممكن اغلبهم يشربون بشراها بس مو قادرين يكتبون مو قادرين يتذكرون كيف كانت نمط drinking habit تبعهم فهذا ممكن يؤثلنا على النتيجة النهائية و accuracy of the result of the estimation تقدير العلاقة بين المتغيرات مثلا الكحول consumption and the risk for developing liver disease استعرض معكم مثال آخر عن recall bias in case control study خلونا نقول على سبيل المثال الباحث يرغب في دراسة العلاقة بين نوع معين من أنواع الأكل وحدوث مرض سرطان نادر كويس الباحث أخذ الكيس اللي هم الناس اللي خلاص صار عندهم هذا المرض يسألهم عن their past consumption of the food يعني يسألهم عن إذا كان في الماضي يعني مثلا في الثلاثة أشهر الماضي أو ستة أشهر أو ممكن سنة هل أكلوا هذا النوع من الأكل أو لا طبعا في دراسات الكيس كنترول كما ذكرنا أنه الناس اللي تعرضت للمرض ممكن تكون أكثر وعي وأكثر معرفة بالأسباب اللي أدت لحدوث أمراضهم فبالتالي ممكن أخذوا نصيحة طبية كمان بما يخص diet habit أو نمط الغذاء فهم أكثر من المجموعة الثانية اللي هم الكنترول قدرة على التذكر لل past consumption يعني ممكن يتذكرون بدقة كيف كان نمط غذائهم الفترة الماضية أكثر من الكنترول قروب لأن الكنترول قروب لم يصاب بالمرض بالتالي إذا ما عندي هذا المرض ما رح أكون يعني واعية نمط الغذاء تبعي حتى أمس أنس إيش أكلت لأن أنا ميهم مني هذا الشي لأن لم يصيب مني هذا المرض فهنا لو الكيسز تذكروا بدقة الباس كونسومشن أو ديس تايب فود ولكن الكنترول قروب مثلا أعطوني معلومات مغلوطة أو لم يتذكروا أنه هما تعرضوا لهذا النوع من الأكل أو أكلوا الفترة الماضية أو كان من ضمن النمط الغذائي تبعهم الشي هذا رح يأثل لنا على تقدير النتيجة أو تقدير العلاقة بين هذا النوع من الأكل أو تايب فود و رسك فور ديولوب ين تايب كانزر يعني لو مثلا أنه الكنترول قروب كلهم قالوا أنه إحنا ما أكلنا هذا الأكل فراح يرتفع نسبة الناس التي لم تتعرض لهذا النوع من الأكل بالتالي رح تنحاز النتيجة ممكن تكون النتيجة أنه لا يوجد علاقة بين هذا النوع من الأكل وحدوث هذا المرض النادر يصير فيه أحيانا ممكن يكون فيه تقدير مبالغ للعلاقة بين المتغيرات مثلا هنا الفود والكانسر ممكن بسبب المعلومات المغلوطة التي جمعتها من المجموعات نقول والله في علاقة قوية بين النوع الأكل هذا وحدوث مرض السرطان النادر ولكن بالفعل لا توجد علاقة لكن العلاقة نشأت بسبب المعلومات المغلوطة التي جمعتها من الناس بسبب عدم قدرتهم على التذكر الأشياء التي تعرضون لها في السابق أو الهاتف التي تتبعهم للفاكتور التي أريد أدرس أرفقت لكم بعض الأسئلة حتى تختبروا نفسكم في المعلومات السابقة حبدا لو توقفوا الشاشة حتى تجاوبوا على السؤال بأنفسكم بعد كذا في السلايد اللي بعده ستشوفوا الإجابة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر 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 ثم ننتقل الآن إلى نوع آخر من تصميم الدراسات البحثية الـ Cross-sectional study أو الدراسات المقطعية طبعا الـ Cross-sectional study زي ما عرفتها في بداية الـ Presentation تعتبر من الدراسات الوصفية يعني إيش الوصفية؟ يعني أنا ما أقوم بأجراء أي تجربة ولا أعطي الناس أي دمريكيشن معين ولا أتابع الناس لمدة طويلة من الزمن ولا أي حاجة مجرد أعمل استبيان أو أعمل قياسات في وقت زمني واحد وأجمع البيانات وصل الله ومبارك الكروس تيكشن ستادي تتبع من الدراسات الجيدة في حال إحنا فالكسامل لما نتعرف على البريفلينس أو معدل انتشار ظاهرة معينة أو سلوك معين عامل خطر معين في المجتمع في وقت زمني محدد على سبيل المثال الآن أنا في 2023 أرغب بمعرفة معدل انتشار السمنة في منطقة عسير أروح أعمل استبيان وأنشره وأشوف بعد كده بالتحليل الإحصائي كم نسبة الناس المصابة بالسمنة في منطقة عسير في هذا الوقت الزمني أو ممكن أبغى أشوف نسبة الناس المصابة بالسكري في المملكة العربية السعودية نفس الحكاية أعمل استبيان أنشره على الناس وبعد كده بالتحليل الإحصائي أشوف كم نسبة الناس المصابة بمرض السكري تعطينا البريفلينس البريفلينس لما نعرف البريفلينس راح نعرف إلى أي حد ممكن أنه هذه ظاهرة منتشرة إلى أي حد أنه ممكن يحتاج أنه نعمل أي إجراءات حتى طبعا نحل الموضوع مثلا إذا كانت في نسبة عالية من السمنة منتشرة وممكن تبدأ الدولة تعمل توعية بخطوص السمنة برامج غذائية جديدة تسهيلات على المواطنين من ناحية شراء الأكل الصحي فتفيدنا من ناحية هذه أيضا تتبع دراسات كويك لأنه أنا زي ما ذكرت الدراسات المقطعية نجمع البيانات في فترة زمنية واحدة ما أجلس أتابع الناس لمدة سنوات تأخذ مني وقت فهي سريعة جدا غير مكلفة أيضا لأنه أنا نفس الحكاية ما أضطر أنه مثلا ممكن أنا باحث واحد يبدل يجمع البيانات يحللها إحصائيا ما يحتاج أنه يوظف فريق كامل حتى يعملون مع الدراسة مثل لبحاث التجريبية العشوائية المنضبطة يكون فيها أكثر من شخص وكل شخص له مسؤوليات وأكيد كل شخص له مدخول من هذا البحث أيضا تساعدنا دراسات في أنه نعمل فرضيات فعلى سبيل المثال لو أنا عملت دراسة مقطعية أنه أريد أن أرى أن هناك علاقة محتملة بين النشاط البدني وبين الصحة العقلية أو المينتل هيلت عملت السبيان ووزعته وبعد كذا شفت أنه فيه علاقة محتملة بين الاثنين بين الفيزيكال اكتيبيتي أو النشاط البدني والمينتل هيلت أقدر أنه أستخدم هذه المعلومة كفرضية وأعمل تجربة فعلا فأوظف مثلا مجموعتين مجموعة يعملون اكسرسايز دعونا نقول لمدة سنة ومجموعة لا وبعد كذا أشوف تأثير هذا الاكسرسايز على المينتل هيلت طبعا من فين بدأت الفكرة؟ بدأت الفكرة من بحث مقطعي أو كروس سيكشن ستادي فساعدنا في أن نعمل الهايبوثيس جينوريشن أول حاجة أنه ما تعطينا الكوزالتي إيش هي الكوزالتي؟ اللي هي السببية يعني أنا ما أقدر أقول أنه والله زي مثلا مثالي السابق أنه والله النشاط البدني هو كان سبب تحسن المينتل هيلت لأنه أنا جماعة البيانات تبع الفيزيكال هيلت أو النشاط البدني جماعة النشاط البدني والمنتل هيلت أو الصحة العقلية في نفس الوقت في single point in time بالتالي أنا ما أقدر أحدد مين اللي جاء قبل مين ممكن الصحة العقلية تحسنت وبالتالي شخص كان صار عنده دافعيا أنه يمارس الرياضة ممكن الرياضة هي اللي سبب تتحسن الصحة العقلية ما نعرف مين اللي جاء قبل مين فما رح تعطينا السببية مثل الأبحاث السابقة اللي تكلمت عنها اللي هو randomized controlled trial والcohort study لأنه كل الدراسات هذه نبدأ بالسبب ونتابع الناس فترة من الزمن بعد كده نشوف تأثير أيضا ال selection bias أو الانحياز أو الخطأ في اختيار العينة خاصة إذا كانت العينة اللي اختارها الباحث هي العينة المتاحة يعني ما هي عينة عشوائية لكن عينة متاحة يعني أخذ الناس المتاحين معها لما يبايعنا للدراسة وإذا كانت كمان العينة غير ممثلة أو معبرة عن المجتمع يعني مثلا لو يورغب الباحث بدراسة معدل انتشار السمنة في منطقة عسير بين طلاب الصفوف الابتدائية وراح أخذ مدرسة واحدة فقط من المدارس الموجودة في منطقة عسير بس مدرسة واحدة في منطقة أبهى فقط احنا منطقة عسير عندنا فيها كذا محافظة كبيرة جدا جيزان النماز النماز تنومة مناطق أخرى فكون أخذ العينة من مدرسة واحدة من منطقة واحدة هذا لا يعتبر تمثيل للمجتمع لكن الأصح أنه كان مفروض يسحب عينات عشوائية من أكثر من مدرسة من أكثر من منطقة حتى يقيس معدل انتشار السمنة فالخطأ اللي ممكن يقع فيها الباحث أن العينة اللي سحبها لم تكن معبرة عن المجتمع وهذا رح يحد من يعني ما قدر أعمم نتيجة على جميع المنطقة لأنه أنا ما سحبت العينة لمن مدرسة واحدة فقط من منطقة واحدة ممكن كما تقع الريكول بايز أو أن الناس ما تتذكر إيش كان الباست إكسبوجرز أو الإبنس ممكن ما تتذكر بدقة يكتبون لي في الاستبيان معلومات مغلوطة وبالتالي لما نحلل بيانات حصائية تطلع لنا نتائج غير صحيحة أو نتائج منحازة يعني ممكن لو أنا بدرس العلاقة بين متغيرات مثلا علاقة بين الاحتراق الوظيفي وفقدان الشغف فممكن يطلع أنه فيه علاقة قوية بينما أنه لا يوجد علاقة بسبب أنه الناس جنسة تعبي الاستبيان غلط أو غير صحيح بسبب عدم قدرتهم على التذكر طب خلونا نشوف بعض الأمثلة عن Selection Biasing Cross-Sectional Study وRecall Biasing Cross-Sectional Study خلونا نشوف مثال آخر عن Selection Biasing Cross-Sectional Study أو انحياز والخطأ في اختيار العين على سبيل المثال الباحث يرغب فيه دراسة مدى انتشار مرض الضغط في مجتمع معين قام الباحث باختيار عينة من هذا المجتمع ودعاهم للمشاركة في الدراسة طبعا فيه ناس شاركت وافقت في مشاركة وناس رفضت ما شاركت معه فين يقع Selection Biasing Cross-Sectional Study في هذا المثال ان الناس اللي شاركت اللي وافقت على المشاركة اللي هم Participant to Agree ممكن يكونون يفتلفون عن الناس اللي ما شاركوا ورفضوا المشاركة ممكن الناس اللي وافقتين انها تشارك كانوا اكثر وعي بصحتهم يعني More Health Conscious ما كان عندهم اساسا مرض الضغط or Low Prevalence in Hypertension مقارنة بالناس اللي ما شاركت ممكن الناس اللي رفضت مشاركة ما تهتم بصحتها او انه اساسا عندهم مرض الضغط طيب فلو مثلا نعمل تحليل البيانات طبيعي رح تطلع نسبة الناس نسبة انتشار مرض الضغط في هذه العينة قليل لانه اساسا الناس اللي شاركت معايا لم تكن مصابة بمرض الضغط فبعدين الباحث يقول والله نسبة انتشار مرض الضغط في هذا المجتمع قليلة رغم انه ممكن تكون لنغير النسبة مرتفعة لكن بسبب رفض الناس مجموعة من المجتمع رفضوا المشاركة ما طلعت النتيجة الصحيحة فكان صار برضو لو كانوا كمان من ضمن المجتمع الناس ما تتكلم من لغة الدراسة مثلا كانت الدراسة باللغة الانجليزية وأغلب المجتمع من الجالية الصينية أو التايلندية أو يعني ما يعرفوا يعني اللغة الانجليزية تتبر صعبة بالنسبة لهم فما دخلوا في الدراسة فتضر الباحث أنه يسوي لهم اكسكلوجينز أو يستقسيهم من الدراسة هذه برضو تعتبر من الأخطاء أو السليكشن بايز التي ممكن يقع فيها الباحث في الدراسات المقطعية طبعا عشان الباحث يقلل من هذا الخطأ أو الانحياس ممكن يستخدم عينة عشوائية معينة متاحة يعني ما يختار ناس معينين ويبسل لهم السبيان لا لازم يختار بشكل عشوائي العينة مثال آخر أيضا عن على سبيل المثال الباحث يرغب في معرفة مدى انتشار السمنة في مجتمع معين الباحث بدل ما أنه يجمع مثلا ياخذ لستة لكل السكان في هذا المجتمع ويرسل لهم الدعوة للمشاركة قام باختيار العينة من عيادة أو من health clinic ودعا الناس اللي يجعلوا العيادة هذه للمشاركة طبعا الناس اللي فقط وافقوا المشاركة شاركوا معا في ناس رفضت المشاركة فين يقع السليكشن بايز هنا يقع السليكشن بايز والمحيازة والخطأ في اختيار العينة أنه ممكن الناس اللي وافقت أنها تشارك في هذه الدراسة يختلفون عن الناس اللي ما شاركت ممكن الناس اللي وافقت تشارك أساسا عندهم دخل عالي ومستوى التعليم عندهم أعلى من الناس اللي ما شاركت أو رفضت مشاركة وبالتالي لو كان عندك دخل عالي وأنت أسان متعلم ومثقف ممكن يكون فيه لور بريفلنس للأوبزيتي يعني ممكن نسبة الانتشار تكون أقل لأنه ممكن أنت مهتم أكثر بصحتك قادر أنك تشتري أكل صحي بسبب أنه عندك أساسا دخل عالي أكثر وعي بالصحة بالبنية الجسدية فهيكون نسبة الانتشار السمنة أقل لو أنا استمرت مع العينة هذه رح يطلع النتيجة عندي أنه فيه نسبة الانتشار في هذا المجتمع قليلة على الرغم من أنه أساسا عينتي لم تكن ممثلة ولا معبرة عن هذا المجتمع لأنه الناس اللي شاركت معايا كانت الناس اللي عندها دخل عالي والتعليم عندهم أعالي كمان بالتالي ممكن هذا يأثر عن النتيجة ويعمل لنا انحياز في النتيجة برضه ممكن الناس اللي ما عندها القدرة أنها توصل للعيادة هذه I don't have access to transportation للكلينك للعيادة اللي الباحث تجمع منها المعلومات ممكن تم استقصائهم من البحث هذا كمان ممكن يأثر على النتيجة ممكن الناس هذوري كان عندهم نسبة سمنة عالية بس بسبب أن الباحث استقصائهم من البحث ما قدرنا نحدد نسبة انتشار السمنة بالتالي الباحث من ضمن الأشياء اللي ممكن يعملها زي ما ذكرت random sampling العين العشوائية يعني يختار عين عشوائية من أكثر من عيادة مو فقط من عيادة واحدة ثانيا ممكن يجمع أو يعمل يستخدم sampling frame إيش هي sampling frame اللي هي لستة بعناوين السكان في المنطقة هذه بعد كده يرسل عليهم يعني مثلا بالبريد أو لو كان موجودة أرقام هواتف أو إيميلات يرسل دعوة للدراسة بشكل عشوائي مو يروح مكان محدد المكان المتاح ويجمع من العين لأنه ممكن يكون فيه انحياس في النتيجة زي ما أنا صرحت بهذا المثال كما ممكن يستخدم multiple recruitment strategies يعني ممكن يستخدم الإيميل الاتصالات يتصل عليهم بالتالي فون يستخدم منصات التواصل الاجتماعي حتى ينشر دراسته أو يعني لدراسته للمجتمع أو مشاركين في المجتمع آخر مثال بخصوص على سبيل المثال الباحث يرغب بمعرفة نسبة انتشار مرض السكري في مدينة ما طبعا بدل ما الباحث يقوم براندوم سامبلين يختار العينة بشكل عشوائي راح الباحث وأعلن في مركز اجتماعي واحد مركز خدمة اجتماعية واحد مثلا موجود في حي معين في هذه المدينة وأعلن انه الشخص اللي حيجي يشارك معايا في الدراسة راح يحظى بfree health screening يعني راح نفحص له فحص مجاني طيب وين السيليكشن بايز في هذا المثال السيليكشن بايز يقع في انه ممكن الناس اللي حتروح تعمل فحص مجاني وتشارك في الدراسة هم الناس اللي ممكن اكثر قلقا على السحاتهم يعني they are more likely to be concerned about their health يعني اكثر قلقا على السحاتهم عشان كذا راحوا يعملوا فحص أو ممكن يكون عندهم اساسا عوامل خطر لحدوث مرض السكري ممكن لأب مصاب بالسكري الأم الأجداد في العائلة تاريخ مرضي للسكري فبالتالي راحوا لل health clinic عشان يعملون فحص ويطمنون على نفسهم وين المشكلة هنا أنه ممكن هذولي الناس يشاركوا معايا راح يعملوا لي يعني ممكن يطلع عندي أنه والله في نسبة انتشار عالية للسكري ما بينما أنه ممكن نسبة قليلة لكن الناس كلها اللي جاءت عندي العيادة وشاركت هم أساسا الناس يا أنه عندهم عوامل خطر يا أما كانوا مصابين بهذا المرض بالتالي راح تنحازن نتيجة ما حتكون النتيجة صحيحة كيف الباحث مثلا يتخطى هذا النوع أو يقلل من هذا النوع من البايازيس أنه لازم يستخدم الراندوم سامبلين يعني على سبيل المثال يجمع لستب كل أسماء الناس الساكنين في المدينة ويقوم ينشر عليهم مثلا دعوة تعالوا يعملوا فحص مجاني أو ينشر عليهم الاستبيان كمان ممكن أنه يعمل إعلانه في أكثر من منطقة في المدينة يعني ما يروح للوكل كمينيتي سنتر أو مركز خدمة اجتماعية محلي في حي معين وطب وقية المدينة كيف تعرف أنه فيه إعلان للدراسة ما حيعرفون فلازم أنه مثلا ينشر الإعلان في أكثر من منطقة يستخدم أكثر من طريقة لتوظيف الناس أو توظيف العينة في البحث في بعض الاختبارات الإحصائية كمان يقدر باحث يستخدمها حتى يقلل من هذه النوع مثل معنها بس يعني كويس أنه أنتم تعرفون أنه فيه طرق كمان إحصائية تخفف من حدوث selection bias أو الخطأ في اختيار العينة في الأبحاث المقطعية ننتقل الآن إلى مثال عن recall bias in cross-section study والريكول bias هو الخطأ في التذكر أو انحياز أثناء التذكر يعني لما نعمل الاستبيان وأرسله لمشاركين المشاركين لأنه مو قادرين يذكرون فعلا كيف مثلا كانت تجربتهم أو whatever كان الكوستينير اللي أنا طلب منهم منه يستجيبون له ما يذكرون صح وبالتالي رح يجاوبون غلط وبالتالي التحليل رح يكون غلط على سبيل المثال باحث يرغب بمعرفة العلاقة بين physical activity والrisk of developing cardiovascular disease يبقى يشوف هل في علاقة بين النشاط البدني وحدث أمراض القلب قام أخذ مجموعة من الناس وأرسل لهم استبيان أو questionnaire القوستينير هذا طبعا موجود فيه physical activity levels يعني يبغوهم يعبوا معلومات عن physical activity level مستوى النشاط البدني برضو بعض المعلومات الشخصية و lifestyle factor طيب وين يحدث لو الناس مو قادر تذكر فعلا ايش كان النشاط البدني يتبعهم في الماضي يعني ممكن الناس هذولي يعملون يعطون إجابات غلط أو إجابات متحيزة يعني مثلا هو أساسا يتمرن 15 دقيقة في اليوم بس هو لما جاي يجاوب في الإستبيان عندي اختار أنه يتمرن 30 دقيقة في اليوم طبعا تختلف 30 من 15 دقيقة فلما الشخص اللي يعبي الإستبيان يتحيز في إجاباتهم بعض الناس في نوع مشاكل تصير في الإستبيانات أن الشخص يحاول يكون مثالي قد ما يقدر لما يعبي الإستبيان يعني دائما يميل للإجابات اللي تكون إيجابية وفيها وتكون كمان مهمة للمجتمع والمجتمع طبعا هذا الشيء يمكن يعمل للمجتمع للإكس بوجر ستايت استاتس والبايس لإستمائة الأسوسيياشن لو الشخص لو كل الناس اللي عبوا الإستبيان ذكروا أنه هم مثلا يتدربوا 30 دقيقة في اليوم وأنه يروحون للجيم أربع مرات في الأسبوع طبعا راح يطلع أنه في علاقة قوية بين Physical Activity وRisk for Developing Disease كل ما زادت Physical Activity على سبيل كل ما قل عندنا خطر حدوث إصابات القلب وطلعنا بالنتيجة هذه بسبب الناس اللي عبت لنا الإستبيان أنه عبتوا بشكل غلط ما عبتوا بطريقة صحيحة طبعا الباحث حتى يتجنب أنه يحدث مثل هذا الأخطاء يستخدم Standardized Questionnaires يعني السبيانات تكون أساسا متحقق منها مثاقيتها أو ثباتها متحقق منه كمان يستخدم Objective Majors زي إيش Objective Majors يعني مثلا يقيس Physical Activity باستخدام أجهزة معينة يعني ما يعتمد كليا على Self Report يعني أنه الشخص هو اللي يقول لي أنا ممكن أستخدم أجهزة 80 معينة وأختبر Physical Activity وأشوف Level of Physical Activity فهذا طبعا Recall Bias من ضمن الأمور التي تقع في Cross-sectional Study ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الدراسات البحثية Case Series وزي ما عرفت في بداية البرزنتيشن قلتينه في هذا النوع من الأبحاث الباحث يقوم بوصف أو report a group of patients مجموعة من المرضى مشتركين في نفس الحالة المرضية أو في نفس conditions وفي Case Series بالتحديد للدكتور أو الباحث يعني يوصف لنا clinical characteristics يعني العلامات العراض التحاليل الطبية اللي عملوها النتائج outcome treatment approach يعني كيف تم التعامل مع الحالات هذه كيف تم معالجتها ويوصف لنا هذه كلها بالتفاصيل يعني described in detail يختلف يختلف الكيس عن randomized controlled trial أو الدراسات التجربية العشوية المنضبطة كمان يختلف عن cohort study وال case controlled study في إنه ما في comparative groups يعني ما عندنا group نقارن في إحنا بس معانا مجموعة ناس مشتركين في حالة مرضية معينة ممكن تكون الحالة هذه نادرة وبس نوصف الأشياء المشتركة فيهم العلامات والعراض زيما ذكرت treatment إلخ طيب نشوف strength أو أوجه القوة الموجودة في هذا النوع من الدراسات أولا هذا النوع من الدراسات وصفي كمان يعني ما نقوم بإجراء أي تجربة معينة أو إعطاء المرضى شيء معين مجرد جمع بيانات ووصفها في تقرير مناسب هذا النوع من الدراسات لما نبغى نتكلم عن مرض نادر أو unusual condition ذكر لما جاء COVID-19 وبدأت الحالات تجي لمستشفى وعندهم نفس العلامات والأعراض قاموا الباحثين بعمل case series وعملوا report للعلامات والأعراض والتريتمنت اللي اتبعوه لهذه الحالات فتناسب لما مثلا تكون عندنا حالة نادرة أو unusual condition برضو مناسب هذا النوع من الدراسات في hypothesis generation يعني لما أبغى أعمل فرضية زي مثلا لما الباحث يبغى مثلا يعمل فرضية وبعد كده يختبرها باستخدام دراسات الأخرى زي cohort study أو randomized control study على سبيل المثال لو جاءتنا المستشفى مثلا خلونا نقول ثمان حالات مصابة بمرض عصبي نادر or rare neurological disorder يبدأ الباحث طبعا يتعرف على الأعراب والعلامات المشتركة فيهم يبدأ كمان يعمل تحاليل طبية ويشوف إيش كانت نتائج التحاليل الطبية ممكن يعمل الأشعة أو يستخدم مختلف الإجراءات التشخيصية حتى يشوف إيش الأشياء المشتركة لنفترض أنه هذا الباحث وجد أنه أنه هذا المرض العصبي نادر rare neurological disorder له علاقة بخلل أو طفرة جينية طيب الباحث خلاص إلى هذا النقطة يوقف يبدأ الدراسات الأخرى مثلا دراسة الحشتية أو دراسات الحشتية تأخذ هذه النتائج التي وجدها الباحث في الكيس سيريس وتعمل عليها دراسة يعني مثلا يأخذون الناس عندهم الطفرة الجينية هذه أو وناس ما عندهم الطفرة الجينية هذه ويتابعونهم على مر سنوات يعني خمسة سنوات ست سنوات ويشوفون كم منهم طور أو حدث له هذا المرض العصبي النادر أو فنتائج الكيس سيريس ممكن تساعدنا في أن نعمل فرضيات ونختبرها باستخدام دراسات تصميم دراسات أخرى مثل كارت كمان وراندميز كنترول كنترول كمان 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 طيب برضه من ضمن لسرينغ إنو نعمل إدنتفين للباترنز إحنا مثلا جاتنا خمس حالات متشاركين في العلامات والعراض متشاركين في التحاليل الطبية متشاركين في في كل حاجة سيملار ما بينهم فهنا الباحث يتعرف على نمط مشترك في كل الحالات هذه راح أذكر لكم فيما بعد مثال عن كيف الباحث يتعرف على البتر في الكيس سيريز طيب إيش الليمتيشن أو أوجه القصور في هذا نوع الدراسات أولا إنها ما تقدر تحدد لنا السببية وسبب كلمت عن السببية السببية لازم يكون في علاقة زمنية بحيث نعرف مين اللي صار قبل مين لكن هنا في الكيس سيريز مجرد يكتفي الباحث بإنه يعمل الريبورت لل العلامات والعراض كيف تم إدارة هذه المرضى وهذه الحالات الطبية كيف تم التعامل معها في عدد قليل من الناس في أحيان الغالب تنتعامل مع حالات نادرة تيجي المستشفى مو حالة طبعا كأصارت معروفة ونجمع البيانات في فترة زمنية واحدة كمان أيضا منظم العيوب اللي تميز الكيس سيريز سليكشن بايز أو انحياز في الاختيار أو خطأ اختيار العينة وهذا النوع من الخطأ بظيمة كلا نتعلم سابقا يؤثر على العينة فالعينة تصبح غير دقيقة ولا تمثل المجتمع اللي انسحبت منه وبالتالي تحد من قدرتنا على تعميم النتائج على المجتمع يعني نعمم النتائج من العينة على المجتمع وراح اتكلم أيضا عن امثلة عن سليكشن بايز برضو الجنراليز ابيلتي انا ذكرت انه ما اقدر احيانا اعمم النتيجة لانه في الكي سيريز احيانا ناخد عدد قليل من المرضى فما اقدر انه اعمم النتيجة على المجتمع او على الكنتكست لانه السامبل صغيرة برضو انه لا يوجد عندي كومبارزن جروب او جروب اخر اقدر اقارن فيه فممكن هذا بيعتبر من اوجه المنتيشن ان كي سيريز استعرض معكم من اوائل الدراسات اللي عملت لنا كي سيريز كانت في عام 1775 تم نشرها بواسطة الطبيب الانجليزي بيرسيفل بوت طبعا في بورسيفل بوت نشر مجموعة من الحالات المصابة بسرطان الخصية او سكروتر كانسر بين الناس اللي نسمونه chimney sweeps او الناس اللي ينظفون المداخل في دراسته كان موجود عندنا سبع حالات مصابة بسكروتر كانسر امون chimney sweepers طبعا في دراسته او في الكي سيريز اللي نشرها وصف لنا كل حاجة تتعلق بالعلامات والاعراض شكل تيومرز او الصبرام السرطاني تطور المرض كمان الاكيبيشنال هستوري اوف البيشن هنا طبعا ببيرسيفل بوت حدد لنا باترن او او انو وجد انو هذا المرض كان اكثر شيء او اكثر شيوعا بين الناس الصغار اللي يشتغلون في شغلة تنسيح المداخن وكانوا يشتغلون في لسنوات عديدة كمان وجد انو له علاقة بال exposure للسوت السوت اللي هو عبارة عن دخان الفحم و او مواد مصردين اخرى ف هنا برضو بس او اشرح لكم كيف انو الكيسي تخلينا نعرف الباتن بعدين لما تسمعون عن المرض يقول لكم المرض هذا النساء اكثر عرضة النساء ما بين عمر كذا وكذا هم الاكثر الباتن of this disease كله ب مساعدة دراسات الكيس series طيب خلونا نشوف مثال عن كيف يكون عندنا انحياز في اختيار العينة او انو الباحث يقع في خطأ اثناء اختيار العينة على سبيل المثال الباحث كان مهتم في انو يدرس حالات مجموعة حالات مصابين ب نوع السرطان نادر قام الباحث اخذ هذه الحالات من مستشفى واحد لكن المستشفى هذا اساسا كان مختص في علاج السرطان ويحتوي على العديد من الحالات مصاب بالسرطان طيب اين يقع الاسيليكشن بايز في هذا المثال يقع الاسيليكشن بايز من حيث في اختيار العينة انو الباحث اختار العينة من مستشفى واحد والمستشفى هذا اساسا له مواصفات له كاركترستيك معينة فممكن ما تكون العينة هذه ومجموعة الناس المصابين بمرض السرطان النادر ممثلين للمجتمع او لناس مصابين بنفس المرض السرطان النادر في مكان اخر فممكن يقع الباحث في هذا النوع من السليكشن بايز على اموم الباحث ممكن انو يقلل من هذا النوع التحييس اذا كان من الاساس هو محدد على اي اساس يختار او يستقصي مجوعة من الحالات في بحث هذا النوع من السليكشن بايز نسمي ريفير الفايز لما الحالات تختار بناء على يعني كريتيريا معينة سجل single hospital فممكن تكون غير ممثلة للمجتمع نشوف مثال اخر عن السليكشن بايز ان كيس سير سطدي في هذا المثال الفاحث كان مهتم انو يدرس العلامات والعراض او مجموعة من المرضى مصابين بمرض مناعي نادر او rare immune disease عمل الباحث دراسة case series ووطف الناس والعين عيادة من single clinic طبعا الباحث فقط ادخل في عينته الناس المصابين بهذا المرضى المناعي النادر لكن متوسطين الخطورة يعني with mild case of the disease والمرضى اللي كانوا اشد خطورة تم تحويلهم الى عيادات اخرى طيب اين يقع selection bias في هذا المثال ان الباحث اختار العين بناء على مواصفات معينة مثلا هنا في هذا المثال اختار الباحث فقط الحالات اللي كانت خفيفة او متوسطة الخطورة ليست شديدة الخطورة بالتالي انا لو بعمل البحث او اكتب الكيس تابعي ما اقدر اعمم النتيجة ولا اعمم تابع الناس اللي كانت عندهم متوسطة الخطورة اللي هو المرض المناعي النادر على الناس اللي شديدين الخطورة بالتالي تعتبر العينة غير ممثلة وغير معبرة لمجتمع الناس المصابين بهذا المرض المناعي النادر هذا النوع من الbiase نسميه ascertainment bias نوع من انواع selection bias او التحيز في التحقق لما الحالات اللي الباحث يدخلها بالكيس يتم اختيارها بناء على مواصفات معينة مثل ما ذكرت في هذا المثال تم اختيارهم بناء على severity of disease فتم ادخال فقط الناس اللي كان عندهم mild case يعني متوسطين الفطورة فبالتالي راح يكونون غير معبرين وغير ممثلين للمجتمع اللي هما الناس المصابين بالرار immune disease مثال اخر عن selection bias ممكن يقع في الدراسة في الدراسة الكي سيرز اللي تكون تقدمية يعني شلون تقدمية يعني يعني الباحث على سبيل المثال في المستشفى جاتنا ستة حالات كانت متشاركة في نفس العلامات والأعراض نفس الصفات طبعا المرض هذا لم يتم تعرف عليه من قبل بعد كده الباحث تابعهم لنفترض لمدة ستة أشهر حتى يعرف كيف يتقدم هذا المرض إيش ممكن المضاعفات التي تحدث كيف استجابة الناس للخطة العلاجية التي تم وضعها بما يخص مرضهم وإذا كان في عدد وفيات أو لا خلال ستة أشهر نفترض أنه خلال ستة أشهر في ناس انسحبت أو مثلا ناس ماتت قبل ما ننتهي ستة أشهر أو في ناس غيرت المستشفى لما الباحث فقط يدخل معلومات الناس أو الناس اللي بس استمرت لمدة ستة أشهر ويستقصي الناس اللي مثلا ماتت أو اللي غيرت المستشفى يعتبر هذا من أنواع selection bias فبالتالي تكون العينة أو الناس اللي مثلا نستمروا معنا ستة أشهر غير ممثلين لبقية الناس المصابين بهذا المرض النادر مثلا الناس اللي ماتت أو الناس اللي غيرت المستشفى من ضمن النقاط اللي ذكرت أنه تتميز فيها دراسات الحالات المتعددة أو case series هي identifying للبتن أو معرفة نمط المرض هذا فدراسات الcase series ستساعد في identify البتن خاصة في presentation and management يعني إيش يعني أنه نتعرف على الأشياء المتشابهة أو الشائعة من بتداء من العلامات والأعراض كيف يتطور هذا المرض التريتمنت أو طريقة معالجة هذا المرض في مجموعة من الحالات طيب على سبيل المثال عندنا case series أو دراسة رشرت عن مجموعة من الناس مصابين بمرض مناعي نادر في هذه الدراسة تم نشر أنه الناس هذول يشتركون يعني الأشياء المتشابهة فيما بينهم أنه عندهم هذه العلامات والعراض مثل الألم في المفاصل طفح جلدي فتيق أنه متعب كمان لما عملوهم تشخيصات طبية وتحاليل وجدوا أنه فيه ارتفاع في بعض الأجسام المضادر يعني هذه كلها كانوا يشتركون فيها الحالات المرضية اللي كتب عنا الباحث في الكيس سيريز طبعا لو أنا قارئ لأن طبيب وقرأت هذا الكيس سيريز وبعدين بعد السبوع مثلا جاتني حالة موجود عندها نفس العلامات والعراض هذه وعملنا لها تحليل ولقنا أنه عندهم ارتفاع في إليفيتد الأنتي بادي لما أنا أقرأ الكيس سيريز ستادي تساعدني في أني أنا أتعرف على الأمراض بشكل أسرع وأنه يتم التشخيص بشكل أسرع وبالتالي يتتم المعالجة أيضا بشكل أسرع هذه فائدة الكيس سيريز إنها تتعضينا حالات موصوفة بدقة إيش كانت العلامات والإعراض إيش كانت التحليل الطبية وتشخيص الطبية كيف تم معالجتها فتسهل على الأطباء في أنه يتعرفون على الحالات لما تجي المستشفى أيضا مثال آخر لنقول حالات مصاب الباحث تم نشر الباحث كيس سيريز عن مرض جيني نادر وذكر أنه والله بين الحالات هذه في مضاعفات مشتركة أنه كلهم مثلا صار عندهم تأخر في النمو صاروا مصابين بالسرع هارت مشاكل في القلب كمان ذكر في بحثه إيش كان الخطة العلاجية اللي عملوها للمرضى هذول المصابين بالمرض الجيني النادر فلو أنا طبيب وقرأت الكيس سيريز هذه ووصلتني حالة مصابة بهذا المرض يعني أصير أقدر أتعامل معها بسبب معرفتي من خلال قراءتي للأبحاث المنشورة بالتالي نحسن من الأوت كوم فور بايشن اللي عنده rare genetic disorder ذكرت أيضا أنه من ضمن strength أو أوجه القوة التي تتميز بها الكيس سيريز أنه نقدر نعمل هيبوثيز أو generate هيبوثيز لعمل أبحاث مستقبلية بناء على النتائج المنشورة في هذه الدراسات اللي هي الكيس سيريز طريق فعلى سبيل المثال أول ما ظهر عندنا الكوفيد 19 في المستشفى مثلا لما كان في الصين بدأت تظهر كذا حالة مثلا خمسة ست حالات غريبة متشاركة في نفس العلامات والأعراض بدأ الباحث يفكر في أنه يكتب عنها كيس سيريز فذكروا في البحث تبعهم إيش كانت العلامات والأعراض إيش كانت الـ أو إيش كانت نتائج التشخيص كمان إيش كانت طريقة المعالجة أو كيف تعاملوا مع الحالات هذه النادرة المصابة بمرض نادر لم يعرف من قبل المعلومات هذه اللي تم نشرها في الكيس سيريز تم استخدامها في أبحاث المستقبلية يعني تم استخدام النتائج بتكوين فرضيات خاصة عن إيش ممكن تكون أسباب هذا المرض أو الكوفيد 19 فبدأت أبحاث تقول هل ممكن تكون الأسباب هل ممكن تكون حيوانات هل ممكن تكون نوع معين من الفيروس هل هو تلوث في الهواء يعني بدأت الأبحاث تتكون بعد الكيس سيريز فالكيس سيريز تساعد في إنه إحنا نعمل بناء على المعلومات اللي تم نشرها في البحث هذا طيب برضو لما في كيس سيريز عن بيشن تتكون يعني يعني في باحث كتب عن مجموعة حالات مصابة بمرض جيني نادر طبعا في بحثهم نشروا إيش كانت الأعراض العلامات المتشابهة بين الحالات إيش كانت الكلينيكال فيتشورز إيش كانت تريتمين استخدموا الباحثين فيما بعد نتائج هذه الدراسة أو نتائج الكيس سيريز لتكوين فرضيات إيش كان الأسباب التي أدت لحدوث هذا مرض الجيني النادر واللي ممكن الباحث يستخدم نوع معيوم الدراسات حتى يختبر الفرضية هذه برضو كيس سيريز باحد كتب عن مجموعة حالات مصابة بمرض سرطان نادر ذكر في دراسته أو في الكيس سيريز اللي نشرها إيش كانت العلامات والعراضة المتشابهة إيش كانت مواصفات التيومر أو السرطان أو أخر كلينيكال فيتشورز النابرورتي فايندينز أي معلومات تخص الموضوع أو المرض أو ديزيز هذا رار كانسر فبعدين الباحثين يقدروا يستخدموا المعلومات هذه لتكوين فرضية مثلا عن إيش ممكن تكون الانفايرومنت أو الجينيتي كورسز أو في كانسر اللي هو هذا النوع من الكانسر ويبدأون يستخدمون دراسات أو تصميم دراسات أخرى حتى يختبروا الفرضية أوفر أول يعني إنه الكيس سيريز تعتبر أداء قيمة أو من أنواع الأبحاث القيمة أو لإنشاء الفرضيات خاصة لما إحنا مثلا بنشوف إيش ممكن تكون الأسباب المحتملة إيش عوامل الخطر إيش وكلها طبعا راح تعمل للأبحاث المستقبلية والطريقة تعاملنا مع الحالات المرضية هذه لما تكون منتشرة عندنا في المجتمع ننتقل إلى نوع آخر من تصميم الدراسات البحثية الكيس ريبورت الكيس ريبورت عبارة عن documentation of particular case يعني إحنا في الكيس ريبورت نتكلم أو نوصف حالة مرضية واحدة single patient على عكس الكيس سيريز لما تكلمت أنه في الكيس سيريز نأخذ عدة حالات يتشاركون في نفس الصفات العلامات والأعراض نفس لكن في الكيس ريبورت only we deal with one patient من الميزات أو أوجه القوة للكيس ريبورت إنه ممكن تعطينا معلومات عن يعني الطرق الجديدة مثلا تم استخدام طريقة تشخيص جديدة لمرض لشخص معين بعد كده نعمل كيس ريبورت عن هذا الموضوع أو طريقة معالجة جديدة كمان تعطينا معلومات أو ومبروبل منجمنت أو برضو تعتبر جيدة في حال هيبوثيس جينيريشن زي ما تكلم في الكيس سيريز إنه ممكن الفايندينجز أو نتائج الكيس ريبورت اللي طلع فيها الباحث الوصفية النتائج الوصفية ممكن نعمل منها فرضيات نختبرها باستخدام تصاميم دراسات أخرى مثل الكيس ريبورت كمان دخلينا نعرف عن يعني مثلا حالة مرضية زي مثال رح أتكروا لكم حالة حالة مرضية سموها أو متلازمة في أرض العجائب جاتهم حالة المستشفى المريضة كانت مصابة خلل في الإدراك صارت تشوف الأشياء أكبر من حجمها صار عندها مشاكل في السمع أو كمان الإدراك السمع يصار فيه اختلاف فعملوا كيس ريبورت أو تكلموا عن الحالة هذه بإسهاب أو بوصف تفصيلي من خلال كيس ريبورت منشور رح نتكلم عنها وفي مثال آخر لحالة أخرى تم كمان نشرها كيس ريبورت فالكيس ريبورت ممكن يعرفنا عن الحالات النادرة التي تحدث حول العالم وبالتالي لو أنا جاتني نفس الحالة عندي أنا هنا مثلا الحالة كانت منشورة دراسة في أمريكا لو جاتني حالة نفسها في سعودية أكون أنا عارف الحالة هذه فأعرف كيف أتعامل معها خاصة في المانيجمنت يعني كيف طرق التشخيص وطرق العلاج طيب من أوجه القصور في الكيس ريبورت إنه ما نقدر نحدد السببية أو الكوزاليتي لأنه الكيس ريبورت عبارة عن دراسات وصفية أو ديسكريبتف اللي تعطيني وصف أو observe the presentation لها sign and symptoms والمنج من طريقة التشخيص والعلاج لحالة مرضية واحدة ما تعطيني الكوز والإفكت يعني ما أقدر أقول إنه مثلا هذا بسبب هذا لأنه فقط أنا أعمل وصف لحالة مرضية واحدة ممكن يكون فيه researcher bias يعني يكون فيه إنحياز أو خطأ من ناحية الباحث خاصة في تفسير البيانات على سبيل المثال لو الباحث عمل overgeneralization إيش يعني overgeneralization يعني إنه الباحث عمم النتائج تبع الحالة هذه على the entire population or group of patients يعني عمم النتيجة على بقية الناس المصابة بهذه الحالة طبعا غلط لأنه إحنا عندنا فقط single patient فما أقدر إني أعمم النتيجة برضه في عندنا نوع من البيانات نسميه confirmation bias لما الريسيرشر أو الباحث يكون عنده ميون في إنه يعمل تفسير للبيانات للطريقة اللي هو مؤمن فيها أو اللي يشوفها صحيحة فيخليه بس إنه يعمل report للمعلومات أو ال data اللي تكون متوافقة مع تذكيره أو مع الأشياء اللي هو يؤمن فيها يعني على سبيل المثال لو هو مؤمن إنه هذا treatment أو هذا النوع من العلاج فعال بس ينشر الجزئية هذه اللي تخص إنه هذا العلاج فعال برضه عندنا generalizability أنا ما أقدر أعمم من case report نهائيا لأنه أنا ما عندي إلا حالة واحدة فما أقدر أعمم يعني sample size قليلة جدا مجرد حالة واحدة ما أقدر أعمم على جميع المجتمع وأقول إنه النتائج اللي أنا وجدتها في هذه case report أقدر أطبقها على المجتمع لأنه مجرد one case ذكرت أنه من أوجه القوة أو strength لكيس report تستادي أنه تعطينا معلومات عن novel approaches إيش يعني novel approaches يعني طريقة جديدة مستحدثة للتريتمنت أو يعني لو مثلا استخدمنا طريقة معالجة جديدة أو تشخيص جديد فالكيس report توصف لنا يعني المريض وإيش صار معه على سبيل المثال كيس report أو دراسة حالة تم نشرها في مجلة طبية علمية توصف لنا حالة شخص عمره 63 سنة مشخص بـ advanced lung cancer كان عنده سرطان رئى متقدم تم استخدام معه combination of chemotherapy and immunotherapy إحنا بالعادة patient with cancer نستخدم معهم الكيموثيرابي طيب المريض هذا تجربه معه طريقة جديدة ومستحدثة بحيث أنه دمجه الكيموثيرابي العلاج الكيميائي مع العلاج المناعي أو immunotherapy طبعا patient تحسن وصار فيه مثلا صار فيه reduction في size تبع التيومر صغر عندنا حجم الورم السرطاني وتحسن بصحة الشخص يعني overall قاموا عملوا case report ووصفوا حالة patient هذا العلامات والأعراض ووصفوا طريقة treatment المعالج الجديدة هذه ونشروها في دراسة حالة أو case report من هنا ممكن نقدر نعمل hypothesis يعني ممكن نقول أو نعمل فرضية أنه هذا نعمل treatment يعتبر فعال لعلاج أو لتقليل حجم الورم السرطاني للمرضى المصابين بـ advanced lung cancer ونقدر نختبر هذه الفرضية باستخدام مثلا دراسة دراسة تجربية عشوائية منضبطة لها randomize control trial نبدأ ناخد مجموعتين من الناس مجموعة مثلا نعطيهم بس كيمو ثرابي ومجموعة نعمل لهم هذا treatment الجديد اللي هو كيمو ثرابي مع immun ثرابي ونتابعهم على مثلا فترة طويلة مثلا ثلاثة أشهر أربع أشهر ونشوف هل فعلا صغر حجم الورم عندنا هل تحسنت حالة المرضى أو لا ونقارن النتائج لكن هنا فقط في الكيس ريبورت احنا بس نعمل ريبورت ووصف للي حصل مع الحالة ما نعمل أي تدخل عداجه ولا أي حاجة فلما ينشروا الباحثين الكيس ريبورت ودراسات الحالات اللي مرت عليهم تعطينا معلومات مفيدة عن مثل ما ذكرت الكيس ريبورت أو دراسة الحالة ممكن تعطينا معلومات عن النوفل أو الطرق الحديثة والجديدة التي تم استخدامها لتشخيص أو معالجة حالات معينة أحنا تكون حالات نادرة في المثال السابق شفنا كيف عملوا ريبورت لما استخدموا نيو وي أوف تريت منطر طريقة جديدة للمعالجة في هذا المثال نشوف كيف تم استخدامها من أجل تبليغ الناس أو ريبورت عن طريقة تشخيص جديدة ففي هذه الدراسة الباحث وصف حالة امرأة بعد ثلاثين سنة جات المستشفى كان عندها صداع ديزنس تشخيص جديدة ومعالجة ومعالجة تشعر بالدوار وعندها صعبة بالكلام المرأة هذه كان عندها تاريخ مرضي للصداع أو الميغرين الصداع النصبي لكن المرة هذه لمجات المستشفى كانت الأعراض اللي عندها غير عن الأعراض المعتادة اللي كانت تجيها لما يجيها الصداع النصبي طبعا الدكتور قام تفحصها أو شخصها باستخدام combination of imaging test يعني بدل ما يستخدم طريقة واحدة للتشخيص قام هو أخذ طريقتين وعمل فحص واكتشفوا أنه فيه تمدد عندها في الدماغ بالتالي عملوا لها التدخل اللازم طيب بعدين عملوا case report عن الحالة هذه ونشروا طريقة اللي استخدموها في التشخيص ذكروا أنه استخدموا combination of imaging test للdiagnosis of small aneurysm وكيف تمت المعالجة بالتالي ممكن نعمل دراسات يعني ممكن من هذه النتائج اللي لقيناها في case report أو في دراسة الحالة ممكن نعمل دراسات تجريبية ونجرب يعني نجرب التشخيص بالطريقتين الطريقتين الموجودة في هذه دراسة الحالة والطريقة المعتادة أو standard diagnostic testing يعني ونشوف هل فعلا في كفاءة أو لا إذا كانت effective أو نت طيب ننتقل إلى example عن rare or unusual condition في case report أنا ذكرت أنه من أوجه القوة في case report study أنه دائما أن هذا النوع من الدراسات الباحث ينشر حالات نادرة أو غير معروفة من قبل يعني rare or unusual condition على سبيل المثال تم نشر دراسة أو case report في مجلة طبية توصف حالة إمرأة بلغ من العمر 27 سنة جاءت المستشفى كانت تشتكي طبعا من distortion في الperceptions كان عندها خلل في الإدراك including change في body image يعني كانت تشوف جسمها جالس يعني يكبر في الحجم يصغر في الحجم وصير له shrinking in size كمان صار عندها تغير في الvisual والauditory perceptions الإدراك السمعي والإدراك البصري بالتحديد كانت تشوف هلاوس بصرية وهلاوس سمعية كانت تشوف الأشياء أكبر أو أصغر من حجمها الحقيقي يعني كانت حالتها غريبة ونادرة طبعا فيما بعد سموا الحالة هذه Alice in Wonderland Syndrome أو متلازمة Alice في بلاد العجائب إذا تذكروا فيلم Alice أنه كانت الناس صارت Alice صغيرة ودخلت في عالم آخر في أشياء وابجيكت غريبة يعني كانت مماثلة للحالة تبع الفيشينت طبعا في الدراسة هذه والكيس ريبورت نشر الباحث كيف استخدم تكنيك معين حتى يتم تشخيص الحالة إيش تم إيش الخطة العلاجية يعني الدكتور اللي عمل الكيس ريبورت هذه كتب كيس ريبورت كامي لا تذكر المواصفات هذه المريضة الديموغرافي كاركتريستيك الهيستري إذا كان عندها تاريخ مرضي أو الحالة المرضية الحالية التريتمين الدياغنوستيك تيست أي انترونيش أي كومبليكيش صارت معها كلها نشرها في الكيس ريبورت طبعا الهدف من الكيس ريبورت زي ما ذكر إنه ما نقول إنه هذا سبب هذا لا إحنا ما الكيس ريبورت ما نحدد السببية في الكيس ريبورت هدفها إنه تزيد من وعي الأطباء يعني يتعاملوا مع مختلف الحالات خاصة لو جاتهم الحالة الغريبة هذه فهو يكون عارف وتسهل عملية التحقق من الحالات الجديدة اللي تكونوا شابهة للحالة هذه اللي تم نشرها في الكيس ريبورت فتزيد من الأويرنس أوف كونديشن وكمان تسهل كيف نتعامل مع الحالة هذه كيف نتم كيف تتم تشخيصها كيف نتم معالجتها مثال آخر عن حالة أيضا تعتبر نادرة أو غير معتادة تم نشرها في كيس ريبورت في مجلة طبية لحالة طفل عمره 12 سنة جاء المستشفى كان عنده rare sleep disorder يعني كان عنده مرض النوم نادر إيش كان العراض العلامات اللي جاء فيها الولد هذا المستشفى كان يحس أنه عنده رغبة ملحة للنوم فترات طويلة برضو أنه كان في behavioral and cognitive symptoms بدأ يحس بالجوع يأكل كثير excessive eating hyper sexuality فتتبر حالة نادرة فعمل عندنا الدكتور كيس ريبورت طبعا فيما بعد سميت بكلين الليبين syndrome الدكتور نشر في هذا الكيس ريبورت كيف تم تشخيص الحالة كيف تم التعامل معها إيش كانت القطة العلاجية كل الأشياء اللي عملوها مع الحالة هذه تم نشرها زي ما ذكرت الأمور السابقة نفس الهدف كان لزيادة وعي الhealth care practitioners أو مقدمين الرعاية الصحية عن وجود مثل هذه الحالات فلو جاتهم نفس الحالة يكونوا على الطلاع أنه في ممكن حالة مشابهة تم نشرها في كيس ريبورت سابقة طيب أنا ذكرت أنه من ضمن أوجه القصور أو الليميتيشن في الكيس ريبورت ستادي أنه ممكن الباحث يقع في نوع من نوع التحييزات يسمى بالريسيرشر بايس أو تحييز ناتج من أفكار الباحث أو الفرضيات اللي الباحث يؤمن فيها أو يمكن أن ينتج من أنه الباحث ما عطاني وصف تفصيلي للحالة يعني عمم نتيجة هذا الكيس على جميع الحالات اللي ممكن تصاب بهذا المرض على الرغم أنها حالة واحدة فقط وما أقدر أعمل منها generalization برضو لو الباحث فقط كتب في الريبورت هذا الأشياء التي تتوافق أو الأمور التي تتوافق مع الأشياء أو الأمور التي يؤمن فيها أو أفكاره السابقة فراح تتأثر عندنا جودة الباحث وراح يكون فيه نوع من أنواع التحييز طيب هنا عندنا ساما strategies اللي ممكن نستخدمها حتى نعمل اللي هذا النوع منه البايس أول نقطة الobjectivity أو أنه الفاحث يحاول يكون موضوعي قد ما يكتر يعني 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 لما يكتب الكيس لازم يكون فيه توازن يعني presenting unbiased and balanced account of the patient condition and treatment يعني 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 لما يكتب الحالة لازم يكتب بالتفصيل report عن patient symptoms liberty result imagine test response treatment يعني يوصفنا كل شي صار مع patient زي ما هو لاحظه بالضبط بدون أي تحيز أو بدون أي انتقاء لإيش ممكن يكتب فلازم بتعني عن selectivity reporting لل case report يعني ما يختار مثلا patient ما استجاب لهذا النوع من treatment يقوم الباحث ما يكتب هذه في report ما يكتب ان patient لم يستجيب لأنه مثلا يؤمن بانه هذا treatment فعال لكن لم يكن فعال مع هذا مريض ففي سبب beliefs اللي عنده والإيمان اللي عنده انه هذا الدواء فعال بس انه ما اشتغل مع هذا patient فما يكتب عنه في report كمان النقطة الثانية validity of data يعني جمع الشخص هذا والباحث والدكتور المعلومات لازم يتأكد من مصداقية هذه المعلومات عن طريق انه يجمعها من كذا مصدر يعني بس ما أسأل المريض فقط أروح كمان أرجى للميديكال ريكورد الملف الطبي أرجى للابوريتي report لتقارير المختبر شيك أشوف انه كل حاجة متوافقة مع بعض وانه في مستقية يعني ما يكون في اي تناقض بين المعلومات اللي أنا جمعتها عن هذه الحالة برضو البيل ريبيو انه الدكتور عفوا او الباحث لازم ينشر الكيس ريبورد في مجلة يكون فيها بير ريبيو يعني يكون فيها ناس يدققون على هذه الكيس ريبورد قبل ما يتم نشرها فلو كان فيها اي نوع من نوع التحييزات او اخطاء يتم ابلاغ الباحث او الدكتور عن الموضوع هذا ويتم تعديلها قبل ان يتم نشرها لل لل او للناس اللي الترانسفيرنسي اللي هو الوضوح والشفافية نفس الشي نفس الوبجيكتف ينو الباحث يوصف كل حاجة لاحظها على هذه الكيس احنا اساسا الكيس ريبورد تكرت انه عبارة عن يعني انا قاعد اوصف الحالة ايش صاير معها ايش استخدمنا معها كيف كانت استجابتها الاخ فكل الوصف لازم يكون واضح بدون اي تحيوزات وكمان عشان اذا احد يستخدم تريتمنت او يستخدم طرق التشخيص يقدر انه يستخدمها اذا كانت اساسا مشروحة بشكل واضح وتفصيلي في هذه الكيس ريبورد الاثكال انه كمان لازم ناخذ موافقة المريض هذا قبل ما ننشر الكيس حتى لو كانت كيس نادرة اول ابدأ اتابع معها الحالة وبعد كذا اكتب عنها كيس ريبورد وانشرها فضروري انه ناخذ موافقة المريض قبل البدء بعملية جمع البيانات ونشر البحث بما اني ذكرت اهمية الموضوعية وكيف انها تقلل من الانحياز اللي ممكن يصدر من الباحث نفسه خلونا نشوف مثال في لم تحافظ الموضوعية قبل ما عبد في المثال بس اوضح لكم مهاجرة وما تكلمت عنها في السابق احنا عندنا لما تكلمت عن كيس ريبورد قلت انه احنا نتعامل مع سينجل بيش اذا كانت كيس ريبورد واحدة لكن اقدر اكتب ملتيب كيس ريبورد يعني اكثر من حالة لكن لا تتجاوز الخمس حالات لانه اكثر من كده ممكن تصير كيس سيريز احنا تكلمنا عن كيس سيريز قبل الكيس ريبورد فالملتيب كيس ريبورد عبارة عن حالات ممكن تتشارك بنفس الحالة بس انه كمان في بينها اختلافات فالباحث يحاول انه يقارن كل حالة بالحالة الاخرى هنا كان عندنا ثلاث حالات فالباحث حب يكتب عنهم كيس ريبورد كان هدف الكيس ريبورد انه الحالات هذي حيعطوها تريتمت جديد ونشوف فعاليته التريتمت هذا كان مطور بواسط الباحث نفسه برضو هنا ارجع ادخذ انه الابحاث الكيس ريبورد او دراسة الحالة ما تقيس لنا فعالية الدواء يعني ما تجزم لنا انه هذا الدواء فعال او تعطينا السببية لانه هي تعتبر دراسات وصفية فقط يعني ما يكون فيها مثلا قروب اخر او كنترول قروب مثل ال ولا يكون فيها كمان اكثر من حالة لانه انتعرف في ال لازم يكون عندنا عدد كبير من المرضى نجرب عليهم بعد كذا ممكن اقول انه هذا الدواء فعال وانه حدث التغيير او حدث الاستجابة بسبب هذا الدواء لكن في ال case report فقط تعطينا دلالة مبدئية او نسميها preliminary evidence on the effectiveness of a new treatment تسقط دلالة مبدئية وبعدين انا اخذ هذه الدلالة المبدئية وممكن اطورها منها فرضيات hypothesis وبعدين اختبرها باستخدام دراسات التجربية او randomized control trial يعني هنا لو treatment هذا كان فعال مع المرضى الثلاثة هذولي ممكن اخذ treatment هذا وابدأ اعمل صدق تجربة منضبطة عشوائية واجرب طيب نرجع لموضوعنا في case report هذه اللي كتب عنها الباحث فقط اختار اختيارا انه فقط تتكلم عن الحالات اللي تحسنت بعد treatment بعد new treatment او العلاج الجديد وشال كل المعلومات يعني ما قال اي معلومة عن الحالة التي لم تستجيب للتريتمت نفترض حالتين من الثلاث حالات استجابت وحالة لم تستجيب الباحث لم يتكلم عن الحالة التي لم تستجيب هنا الباحث اخل بالموضوعية لان الموضوعية زي ما ذكرنا انه يكون الباحث يعطينا present unbiased unbalanced account of the patient condition and treatment يعني لازم يكون كل شيء مذكور الاشياء اللي نجحت مذكورة الاشياء اللي فشلت مذكورة بدون ما فيه تحيز او bias زي ما ذكرت اثناء عملية ال reporting كمان الباحث الاصلي او اللي هو lead authors الاساسي كان عنده مصالح مالية مع treatment الجديد زي ما ذكرت هو اللي طور الدواء الجديد لذلك ما كتب عن اي conflict of interest او مصالح ممكن تضر البيانات اللي راح يكتبها في هذا ال report الطبيعي لو انا اللي عملت ال medication هذا ما ابغى اكتب انه غير فعال لانه انا ابغى مثلا ابغى اجني منه مال يعني ابغى اذكر انه هو فعال وابغى الناس تشتري لو كتبت انه غير فعال يعني لو ذكرت الحالة التي لم تستجيب الناس يكون عندها شكوك تجاه هذا الدواء انه ممكن طيب مفعال فما راح نخسر ونشتري فهنا الباحث ما ذكر انه اساسا له علاقة بهذا التريتمينت وكمان هذا الشيء راح يخل بالموضوعية او الobjectivity طيب ذكرت ايضا الترانسفيرنسي او الوضوح الشفافية اثناء كتابة الحالة او تعتبر من الطرق المهمة لتقليل الريسيرش البياس او الانحياز اللي يصدر من الباحث نفسه خلونا نشوف مثال عن دراسة لم تحافظ على الوضوح الشفافية اثناء عرض بيانات الحالة كان كان الفيشنت هذا عنده رار فورم كانسر مالط سرطاني نادر الباحث لما كتب الكيس ريبورت عرض فيها العلامات او الاعراض تبع البيشنت نتائج المخبرية واستجابة المريض للعلاج لكن لما قرأنا الكيس ريبورت وجدنا انه هذا الباحث لم يعطي معلومات تفصيلية اكثر ووضوحا يعني عن المريض خصوص الفيشنت ميديك تاريخ المرضي اذا كان يستخدم اي علاج سابق او ما وصف لنا الميثود اللي استخدمها في هذه الحالة الداة انهلسز برضو وجدنا انه الباحث كان عنده مصالح مالية او في التريتم طبعا هذا اللي تم استخدامه لمعالجة هذا الفيشنت فلم يكتب ايضا اذا كان عنده اي مصالح مشتركة مع التريتم المقدم اثناء المعالجة او نسميها conflict of interest طبعا هذا المثال يوضح لنا انه الترانسبيرنسي او الوضوح الشهفية اللي هو انه الباحث المفهوذ يقدم لي وصف تفصيلي او عن هالة الفيشنت طبعا لازم يتكلم عن الفيزيك ال اكزامانيشن ال انفيسيكيشن التريتم كل حاجة صارت مع هذه الحالة طبعا لو انا ما لقيت معلومات كافية يكون صعب علي انا كقارئ انه اعمل ريبليكيت للاستدي مثلا لو انا عندي نفس الحالة بس معلومات ناقصة فما اقدر اني استفيد من هذه الدراسة لاني معلومات ناقصة كمان ما اقدر انه اعمل او اخذ الخلاصة من هذا من هذه الحالة او المجد في الكيس ريبورت بسبب انه كمان المعلومات كانت ناقصة لذلك الشفافية والوضوح في كتابة الكيس ريبورت تعتبر جدا جدا مهمة لعدة اسباب تقرير كمان تساعد الباحثين الاخرين في انه كمان يعيدون نفس الشيء يعملون ريبليكيت للاستدي ودرو ميننجفول conclusion from the finding رفقت لكم بعض الاسئلة عن الكيس ريبورت السادي حبدا لتوق في الشاشة جاوب على السؤال شوفوا الإجابة في السلايد اللي بعد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة